اللي هايز اتكلم عليه هو وجان المتعلق بمنتخبة الوطنية مطشو مهم جدا يوم الخميس اللي جاي مطشو بركينة فاسو بركينة فاسو اربع نقط مصر ست نقط فالمنافسة اكيد مهمة في هذا اللقاء عشان تتصدر وتبعد مهم جدا تبعد عن الحسابات المعقدة واللغر اتمات بدري بدري وما لازم تكسب قبل ما تسافر وتروح تلعب في غينيا بيساوي الاتنين اللي جاي فمطش صعب جدا محتاج شغل كتير امبارح كنت بناقش مع حضراتكم فكرة لو احمد فتوح مش جاهز ومحمد حمدي موقوف جهاز المنتخب يتعامل ازاي بالمناسبة على فكرة امبارح لما كنا من الكلام على اصابة فتوح فتوح لما دخل معسكر المنتخب كان عنده مشكلة في العدل الضم شوفي يا منها وبقى الحمد لله سليم ولكن بعد التدريب الاخير عنده مشكلة كده في الانكل فالجهاز المنتخب فضل استبعاد فتوح طيب فتوح خارج المعسكر ومحمد حمدي موقوف هل جهاز المنتخب انا برضو دي نقطة محتاجة تفسير ومحتاجة توضيح من جهاز المنتخب وعلى فكرة الموضوع ده ما ينفعش يعدي هو انت لما بدأت معسكر المنتخب قبل معادل اجندة بحوالي خمس ست ايام وانت عندك فلسفة اللي انت تبدأ بدري عشان تحضر لمباراة بدري طب دلوقتي انت كبته عمر كمال دلوقتي هل عمر كان معاك في بداية المعسكر لا طب وانت من البداية داخل المعسكر دي نقطة انا بتكلم فيها للتفاصيل اللي جاية او للمعسكرات اللي جاية مهم جدا التركيز في مسألة ضم اللاعبين عدك لعيب موقوف واخد لعيب زهير ايصر داخل المصاب كان لازم يكون فيه لعيب بديل او لعيب تالت في مركز زهير الايصر عموما الحمد لله اتحلت الازمة والجميل في حل الازمة ان المنتخب او الكابتن حسام حسن ضم عمر كمال عبد الواحد اللي بصراحة وبكل امانة قناة الاهل هنا ومن برنامج الكابتن قسام حسني في اللقاء الخاص اللي عمله مع عمر كمال عبد الواحد كان لي مفعول السحر في حل الازمة اللي استنحى بعض الاعلاميين وعمل ازمة وتوتر في العلاقة ما بين عمر كمال عبد الواحد وحسام حسن وده دور الاعلام الايجابي الاعلام اللي ما بيحاولش يروح للترند السلبي الاعلام بيحاول يفيد منتخب بلده قناة الاهل الحمد لله كان لها دور ايجابي مع منتخب مصر ازالت بالمعنى البلدي كده يعني ايه الخلاف اللي ممكن يكون البعض يتصوره ما بين الكابتن حسام حسن وعمر كمال عبد الواحد وده رسالة قناة الاهل ان الحمد لله المنتخب وفي الصورة اللي احنا شايفينها عمر انضم للمنتخب وممكن يحل ازمة للجهاز الفني للمنتخب بلقاء بكلمتين فيهم حاجة ايجابية هتفيد منتخب مصر ده دور الاعلام والاعلام دايما دوره الرسالة والسالة مهم جدا تكون ايجابية من السلبية والحمد لله قناة الاهلي بجميع برامجها بنشتغل دايما بقيم ومبادئ النادي الاهلي بنشتغل لمصلحة البلد في المقام الاول وبالتأكيد بيهمنا في النهاية برضو مصلحة النادي الاهلي وبتشوفوا في النهاية الانجازات بتتحقق دي على فكرة مش انجازات بتتحقق جوال ملعب بس هي منظومة متكملة مجلس ادارة جهاز فني اداري طبي لعبين جمهور منظومة اعلامية المنظومة كلها بتكمل بعض فنتمنى التوفيل منتخبنا الوطني اللي عنده مطش صعب جدا مع بوركينة وعلى فكرة بوركينة عندها لعبة متميزة مطش مش سهل طاقم التحكيم اللي يدير هذا اللقاء هو طاقم تحكيم كيني نفس الطاقم الكيني اللي ادار مباراة الاهلي ومزنبي في السادق قاهرة وهو نفس طاقم التحكيم الكيني اللي ادار مباراة الزمالك ونهضة بركان في المغرب فهو يبدو ان الطاقم الكيني الفترة الحالية يعني ايه متعود ان هو يجنى شوية رحل الاهلي رحل الزمالك جاي للمنتخب يعني فانا نتمنى لنا التوفيق الحكم الكيني حكم متميز على فكرة الفترة اخيرة بعت شوية نتيجة اصابة ولكن لما رجع للمشوار الافريقي في المسابقات ادار اياب نهائي اياب نصف نهائي دوري ابطال وزهاب نهائي الكنفدرالية وهيدير مطش مهم بين مصر وبروكينا فاسو في تصفيات كاس العالم طاقم بقيادة بيتر اويرو ومع مساعد اول جيربيرت كيبوكيتش والمساعد الثاني سانويل موانجي والحكم الرابع ديكنز ميسيما نياجرو ده الحكم الرابع وده طاقم التحكيم اللي هيدير هذا اللقاء نتمنى التوفيق رب ان شاء الله لمنتخبنا الوطن دي كانت ابرز التفاصيل والاخبار والقضايا والموضوعات المثارة على السوشيال ميديا والموضوعات اللي عندنا اللي دايما بنحاول نكون معاكم كل حلقة معنا خبر جديد معلومة جديدة نقولها لحضركم نحرج الآن